طيب اسمح لي يا سيد اسلام يعني مقدمة مشروع القانون بتشرفنا دلوقتي السيدة النائبة عبل الهواري الدكتور عبل الهواري عضو البرلمان المصري يا أهلا وسهلا بيك يا فندم أهلا بيك يا فندم أهلا بيك عايزين نعرف تفاصيل لأن الموضوع غريب يعني ما تعودناش عليه اجتماعيا احنا دايما عارفين إن الزواج هو اللي بيوثق لكن نوثق كمان الخطوبة فده الغريب يا فندم أنا ما اتكلمتش خالص على توصيق الخطوبة الحقيقة إن من سنة 1920 لم يحصل أي تدخل تشريعي في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالخطوبة فما تلاقي موضوع الخطوبة لا من بعيد أو من قريب ورد في أي تعديل من تعديلات قانون الأحوال الشخصية حضرتك شايف في الوقت الحالي يمكن الانفلاف زاد جدا فيما يتعلق بعملية الخطوبة نجد الشاب يدخل البيوت وانت عارف البيوت ليها حرمات يقعد بالسنة والاثنين والثلاثة خطبها بيأكل وبيشرب وبيسافر ويروح وييجو وهدايا وبعدين بعد ثلاث سنين ولا أربح سنين يقول له والله سلام عليكم وتنتهي الخطوبة عند هذا الحد هذا الوضع هو ده اللي لابد أن يكون هناك تدخل التدخل لابد أن يكون هناك إجابة قبول من الأسرتين لابد أن يكون هناك مدة للخطوبة في العقد أنا ما قلتش توثيق ولكن بقول اتفاق أنا بتكلم على اتفاق وليس عاد يعني أنا حمثل لك مثلا لما أنا بعمل الأيمة لصالح العروسة تلك الأيمة لا هي موجودة في دين ولا هي موجودة في شراء ولا موجودة في أي قانون من الأحياني ولكن هي متعارف عليها هي متعارف عليها إحنا إحنا إعادتنا وتقاليدنا ومورثاتنا الثقافية بتؤكد أني لابد أن يكون هناك عملية جادة في عملية الخطوبة يا سيدة النائلة اللي إحنا بنتكلم فيه عشان نحافظ على يا دكتورة عبلة القايمة يا فندم أو الأيمة اللي حضرتك كلمت عليها دي موثقة والشخص أو الزوم بيمضى عليها مقننة مش موثقة هو مش بيمضى عليها يا فندم هي مش دي وثيقة هي مش وثيقة وبيمضى عليها لا يا فندم وثيقتها لا 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 القايمة دي بتبقى بين الأسرتين وبيتكتب فيها زي ما هم عايزين وبعد كده ما هم بيمضى عليها بيكون مطالب بكل حاجة لو حصل أي حاجة لا قدر الله يعني وهي التوثيق معنى التوثيق توقيع لا طبعا لا التوثيق دي حاجة تانية خالص بتبقى توثيقة معدة لهذا الشأن لا طبعا بعيدة كليا طب حالك عايزي تعملي ايه بالزبط في موضوع الخطوبة هيبقى فيه كتابة بين الأسرتين يبقى فيه اتفاق يبقى فيه اتفاق مسبق على مدة الخطوبة على الشبكة بكم في حالة في حالة الفتح الشبكة بيحصل فيها ايه الهدايا بيحصل فيها ايه الضرر المترتب طب وده اللي بيحصل أصلا يا ساتي اللايبة نعم مش ده اللي بيحصل أصلا بيتفقوا على الشبكة بكم بيتفقوا لو لا قدر الله حصل حاجة ايه اللي يحصل الحقوق بتروح الحقوق بتروح انا بتكلم على حفاظا على حقوق القصة حفاظا على حقوق العروسة هيتم الحفاظ عليها زي كتابة تقصدي انا عايز افهم بس كتابة ايه تبني في الاتفاق اللي بتتعمل ده الاتفاق اللي هيتعمل هيبقى فيه اتفاق هيبقى فيه ورقة زي الايمة كده هيتقال فيها كل حاجة حتى شرط الجزائي في حالة اذا كانت اه 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 في الخطوبة بسبب كذا كذا بيحقل ايه ده انا بتكلم فيه لكن انا بطلمتش بقولك وثقها انا بقولكش بوثقها شكرا جزينا دكتور عبلة